عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على جثة شاب تم التبليغ عن اختفائه منذ أيام في منطقة حي تركمان غرب مدينة إربد وقامت الأجهزة الأمنية وبحث الجنائي بجمع الأدلة من داخل المستودع الذي وجدت الجثة داخله وتم تحويلها إلى قسم الطب الشرعي في إربد كما فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة ملابساتها جاري عندي بالمحل بنام داخل محله فلما فقدت القفل تبعه لقيته القفل مش خارج الباب فشكيت أنه الرجال جوه وهو عنده حالة صرع دائما فكنا دائما نساعده وننقضه فشكينا أنه في حالة صرع الولد اتصلت في الدفاع المدني فيجوا الدفاع المدني ورفعوا لنا الباب وشافوا الولد لما لا يابوه متوفي قالوا متوفي فارسلنا حدي يشوف غاربه ومعارفه حتى ينبلغهم يعني والله لا أعلم تقريبا بالزبط لأنه أول مبارح تقريبا موجوز من يومين ما رقل عنا وصانا أتخذ نعمل له تاخذ كده لشان ننام عليه وبعد ما شفناه